السلام عليكم مباشرة بدون مقدمات سأخبرك اليوم كيف يمكنك الحصول على فم أكثر صحة وكيف تتجنب العلاجات غير الضرورية للأسنان يجب أن تفكر في تنظيف أسنانك بطريقة عملية وصحية وأكثر جدية هذا التنظيف سيمنعك من الإصابة بتسوس الأسنان سأتحدث عن ذلك وعن الطريقة التي تحتاجها في هذا الموضوع يجب تحديد سبب القيام بتنظيف الأسنان في عيادة طبيب الأسنان وهل تحتاج له بشكل أكيد؟ وهل أخبرك طبيب الأسنان بذلك أو تحدث طبيبك الاختصاصي بالأمراض الباطنة معك عن ذلك عندما شكوت من أعراض هضمية ومن مشكلة في الفم في الحقيقة قد تكون مصابا بعدوى بكتيرية في لعابك وفي فمك يوجد الكثير من أنواع البكتيريا هي أكثر من تسعمية نوع مختلف من البكتيريا وما لا تعرفه ولم يخبرك به الطبيب أن معظم هذه الأنواع من البكتيريا هي بكتيريا مفيدة وجيدة لكن يوجد في الفم نوع من البكتيريا هي بكتيريا عقدية تتحرك وتتجول في الفم وحول الفم وهذه البكتيريا العقدية تتكاثر فقط على السطح الصلب للأسنان والبكتيريا العقدية تتغذى على السكريات الموجودة في اللعاب لذلك عند وجود سكريات في لعابك يعني بقايا سكريات من الأطعمة والمشروبات التي تتناولها فإن البكتيريا العقدية ستأخذ هذه السكريات وتتغذى عليها وتستخدمها كمصدر للطاقة والتكاثر وأيضا هي تستخدم هذه السكريات في الالتصاق على الأسنان هي تصطف على شكل أعمدة صغيرة وتلتصق ببعضها البعض وتشكل طبقة سميكة جدا يمكن رؤيتها عندما يكون لديك لوحة على أسنانك إذا قمت بكشتها بظفرك فإن مادة بيضاء رقيقة ستجدها تحت الظفر وعندما نضع هذه المادة تحت المجهر لفحصها سنجد كتلة من البكتيريا الملتصقة ببعضها البعض مع السكريات التي قمت بتناولها سواء مواد طعامية سكرية أو مشروبات يمكنك تنظيف أسنانك بالفرشات والمعجون وأيضا يمكنك تنظيفها بالخيط حقيقة يوجد في لعابك كمية كبيرة جدا من البكتيريا العقدية هي تتوضى على أسنانك خلال ساعات اليوم يجب أن تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشات والمعجون كل 12 ساعة وإذا لم تفعل ذلك فإنها ستتطور وتشكل طبقة من لبليك بشكل مستمر البكتيريا العقدية تلتصق بأسنانك وعليك تنظيفها كل 12 ساعة وخاصة ليلا قبل النوم وبذلك ستتخلص من البكتيريا التي تشكل اللويحة أما البكتيريا الجيدة فعندما تكون أسنانك نظيفة وفيها الكثير من البكتيريا المفيدة والجيدة التي تحل محل البكتيريا الضارة والتي تخلصت منها أنت إذا داومت لمدة شهر على تنظيف أسنانك فإنك ستتخلص من هذه البكتيريا العقدية أنصح باستخدام فرشات أسنان جيدة وصحية وعدم استخدام فرشات أسنان تعمل على البطارية هذا سيوقف ما يسمى ببكتيريا البليك غير المفيدة والتي تلتصق بأسنانك أنت بإزالتها عن أسنانك ستظهر أسنانك جميلة ونظيفة وستتخلص من المشكلة ومن وجود البكتيريا خلال عدة أشهر ولن يكون هناك بكتيريا ضارة وقتها لا على الأسنان ولا حتى في اللعاب هذا سيتحقق من خلال استخدامك الثابت والمنظم للفرشات المعجوم ولن يكون لديك بعد اليوم لويحة على الأسنان ولن يكون هناك بكتيريا في اللعاب تشكل لبليك من الجميل والمهم حقا أن تذهب إلى طبيب الأسنان وتسأله هل أحتاج إلى تنظيف وأن يكون الجواب لا أسنانك جيدة وأنت لست بحاجة إلى تنظيف أسنان وليس لديك لويحة أو رواسب لوحة متكلسة ولا داعي لتنظيف أسنانك تصور أن يمر ثلاثون أو أربعون عاما بدون حاجتك لتنظيف الأسنان بأدوات الطبيب وفي عيادته هذا ستحققه فعلا من خلال وجود بكتيريا نافعة وجيدة في فمك وعدم وجود لوحة أو جدار بليك البكتيريا الصحية والنافعة في فمك تشكل طبقة رقيقة فوق أسنانك وفوق لثتك تصور أن هذه الطبقة الرقيقة من البكتيريا تشكل درع حقيقي فوق أسنانك هي تحمي أسنانك وتحمي ميناء الأسنان هذا الغشاء يحمي أيضا من الأضرار التي تحدث بسبب درجات الحرارة وتغيرها وتقلبها بين شاي أو قهوة ساخنة وماء بارد أو مشروب بارد هذه الطبقة الشفافة من البكتيريا الصحية والمفيدة تشعر بها على أسنانك وكأنها طبقة من طلاء أملس ورقيق هي طبقة للحماية يجب عدم إزالتها وعدم تنظيفها يعتقد كثير من الناس أن هذه الطبقة بحاجة لتنظيف وإزالة أو زيارة الطبيب لإزالتها بأدوات الطبيب في العيادة ويعتقدون أن التنظيف هنا هو لإزالة لبليك ولبليك أمر آخر تماما وفعلا لا يمكن إزالته بالخيط أو بفرشات الأسنان عندما تقوم بزيارة طبيب الأسنان يجب أن تتأكد أنك بحاجة فعلا لتنظيف الأسنان وأن تتأكد من وجود بكتيريا ضارة في الفم وبكتيريا لبليك الدراسات والأبحاث أشارت إلى أن عوامل الخطر مرتبطة بخطورة وجود لبليك والأمر الهام بالموضوع هو أن عدم وجود لويحة لديك وعدم وجود بليك يعني أنك لن تكون معرضا لخطر تسوس الأسنان ولن تكون معرضا لالتهاب اللثة وأمراضها بعض الأطعمة تسبب ذي للثوى نخور في الأسنان يجب أن تتعرف عليها وتبتعد عنها قدر الإمكان تجنب الإكثار من تناول الحمضيات فهي تسبب تآكل من الأسنان واصفرار وحساسية الأسنان وتجنب أيضا تناول مكعبات الثلج فهي تسبب ضرر كبير في أعصاب الأسنان تجنب الإكثار من تناول البوزة أو الآيس كريم فهي غنية بالسكر والسكر أهم سبب لتسوس الأسنان وهو غذاء رئيسي للبكتيريا تجنب العلكة أو اللبان فوجودها في الفم لفترة طويلة يسبب تسوس الأسنان لكن العلكة أو اللبان الخالي من السكر مفيد فهو يزيد من إفراز اللعاب وبالتالي الوقاية من التسوس تجنب الإكثار من تناول القهوة والشاي فهي تسبب تصبغ الأسنان وضرر في مين الأسنان ويمكن أن تسبب تسوس أسنان عند وجود سكر فيها الاعتدال في تناولها ضروري ومهم جدا أنصح بعدم غسيل أو تنظيف الأسنان خلال نصف ساعة بعد الطعام والشرب يمكن فقط المضمضة بالماء وبعد نصف ساعة يمكن تنظيف الأسنان مرتين يوميا بالفرشات والمعجون والخيط الطبي أما الأطعم المفيدة والتي تحمي الأسنان من التسوس وتحمي اللثة من الالتهاب فهي الموز يحتوي على بوتاسيوم وحديد وفيتامينات التفاح غني بالألياف الطبيعية التي تنظف الأسنان وتزيد من إفراز اللعاب الذي يحتوي على مواد مضادة للبكتريا ويحمي الأسنان من التسوس اللبن أو الزبادي غني بالكالسيوم المكسرات وخاصة اللوز الغني بالكالسيوم والجوز الغني بالماغنزيوم والبوتاسيوم الخضار الورقية مثل السبانخ والخس غنية بالحديد والفيتامينات البرتقال غني بفيتامين سي وفيتامين آ وباعتدال مفيد جدا للتخلص من نزيف اللثة وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين سي الفريز أو الفراولة فيها نسبة قليلة من السكر وفيها مادة تساعد على التخلص من الرواسب الموجودة على الأسنان الفيديو انتهى لكن أتمنى متابعة الدقيقتين المتبقيتين ففيها إجابات على معظم أسئلتكم وتعليقاتكم القناة ليست بديل لاستشارة الطبيب وتعديل جرعة أي دواء أو الاستغناء عنه يتم فقط بإشراف الطبيب المعالج التواصل معي عبر واتس أب فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى ذهبي أحمر فيه واتس أب مجموع عدد أسئلتكم وتعليقاتكم في الشهر الواحد حوالي عشر آلاف تعليق وسؤال أو أكثر لذلك عذروني لا يمكن الإجابة على هذه التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي شكرا لهم جميعا وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنية والغدد والسكري وأختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي كما نعمل سويا في نفس العيادة وذات التخصص تأكد من الضغط على اشتراك وأيضا تشغيل الإشعارات ليصلك كل فيديو جديد لي دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة وكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون معظم أسئلتكم إجاباتها موجودة بفيديوهات قدمتها في قناتي أو سأقدمها اكتبوا دائما الدكتور نوار علي والموضوع الذي تسألون عنه يعني مثلا الدكتور نوار علي السكري نوع تاني واضغطوا على البحث باليوتيوب ستظهر مجموعة من الفيديوهات لي حول السكري نوع تاني وأي موضوع آخر يتم البحث عنه بنفس الطريقة أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلتي الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر